ماذا قدمت حتى تكون قريبا من الإمام تقول في يوم الجمعة اشتركت في دعاء الندبة جزاك الله أخير ممتاز هذه خطوة جيدة وبعد أنا أقم تارة تشترك في مكان في حسينية في مسجد بعض الأوقات مسجد حسينية ما يسون هذا الشيء في بيتك سوي هذا الشيء أنا أقيم في بيتي وأدعو واحد وخمسة وعشر وعشرين أسوي هذه حالة ظاهرة بالمجتمع قراءة دعاء الندبة في بيتنا أول الصبح في يوم الجمعة هذا كم هو مؤثر سيما إذا قرأنا بروحانية والذي يضع في بيته مجلس دعاء الندبة رح يشاهد هناك أسرار هناك أسرار لا تنكفئوا على أنفسكم لا تعيشوا دوائر ضيقة اطلع من هذه الدائرة الضيقة حاول دائما تكون قريبا من الإمام صلواته الله وسلامه عليه اطلع من الدائرة الضيقة اللي أنه هذا ما يقبل والظرف ما يقبل وما أحد ما يجي وما أحد ما يتفاعل أنت سوي وسوي إعلام وسوي مرغبات ومشوقات خلي الناس يجون إلى دعاء الندبة خلي نسوي مجالس قراءة زيارة آلياسين زيارة الإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه نعقد مجالس الذكر بس يتكلمون يتكلمون طبعا خلي يتكلمون ترى الناس ما يقعدون راحة للعلم ما القضية اتهامات وإشاعات ويسووا لك إشاعات وذولة جمع عليش قاعد يسوون دعاء يعني هذا الشي طبيعي مجتمعنا مريض وقلنا دائما فلازم تدير بال امشي بطريقك لازم دائما أنا أقول في عمل الخير وهذه المشاريع المهدوية لازم عندك بالدوزر تمشي تقصه تمشي وإذا تريد تنظر إلى قولي هذا وقولي ذاك لازم تقعد في بيتك وحتى إذا قعدت في بيتك الناس ما راح يتركوك أبدا ما للناس ما يتكلمون هذا موجود يتكلمون مو دائما نتوقع الناس يمدحون فإذن أنا سوى برنامج باسم الإمام الحج مبسخ مصطع الشعبان مو أيام يلاد الإمام الحج مسرحيات اليوم نسوي مسرحيات ومشهديات للإمام المهدي صلى الله عليه وسلم شنو المشكلة ليش ما نسوي وين المسرح اللي عدنا إحنا وين المسرح ليش الآخرين في مختلف المواضيع عدهم مسارح وعدهم مشهديات وهذه كلها تتعلق بالإمام المهدي ما عدهم هذي شيء أبدا إحنا في الإمام المهدي ليش ما نسوينا هذي شيء اليوم تروح إلى الشارع تروح إلى المكتبات روحوا إلى مكتبة جرير روحوا إلى المتنبي في بغداد روحوا وشوفوا الشباب يتموجهين إلى وين يبحثون عن كتب الرواية كم رواية فيها رسالة كم رواية فيها الدلالة كم رواية اليوم الشاب يبحث عنها أنت تقدر بقلمك الأدبي الرائع تقول لهم ما أعرف أكتب تعلم غيرك ما كان يعرف أتعلم طور نفسك ليش ما أطور نفسي ليش نوم أكتفي بهذا الواقع الموجود شلون نقدر أوصل للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هكذا نتقرب للإمام هكذا نحن نتقرب للإمام صلواته الله وسلامه عليه فإذن محاضرات مهدوية أسوي مجالس فقط في الإمام المهدي توعية ليست في شعبان ليست أيام الولادة في كل أيام السنة في كل أيام السنة ما لا وقت معين لا تربطوا بميلاد بمناسبة وفاة استشهاد في كل أيام السنة أسوي برنامج مهدوي تثقيفي أسوي شعر ندوة شعرية تتركز في الإمام صلواته الله وسلامه عليه شعر فقط في الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ندوات مسابقات كل شيء هذا يقربنا إلى الإمام هذا يقربنا إلى الإمام لكي نحن نكون قريبين من الإمام المهدي لازم ظاهرة الإمام تكون موجودة ألهج دائما بذكر الإمام دائما أقول يا مهدي أصلي صلاة الإمام المهدي أدعو دعائي أول دعاء كثير عندي حوائج عندي ألف حاجة وألف مشكلة ولكن قبل ما أدعو لنفسي أقول اللهم عجل لوليك الفرج هذه الحالة المهدوية لازم ننشرها في كل مكان لازم نعلم الناس أن الإمام المهدي يعيش معي في السوق أنت تشتغل بالسوق في السوق أكو برنامج مهدوي أسكر المحل وأروح إلى البرنامج هذا إذا عندي مليون التزام ألغي كل التزاماتي وأروح إلى هذا البرنامج المهدوي اليوم صغيرا كبيرا عالما جاهلا امرأة رجلا طفلا شابا الكل يتحمل هذه المسؤولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر